السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش جمعوي الصديف في هذه الحلقة أستاذ كمال بغتي نائب رئيس جمعية المواهب للتربية الاجتماعية وأستاذ محمد عليلا عضو المكتب المفيدي والمنسق الوطني للمؤتمر الجهوي لجهة الضالبيضة الكبرى أهلا وسهلا بكم السيكمال اللي بغينا ندخله في النقاش مباشرة هو جمعية المواهب تتعرف واحد طفرة تنظيمية يعني لاحظنا أنه عدد من المؤتمرات الجهوية تعقدات وبدات في أي صياق يأتي هالديناميكية التنظيمية شكرا لسيوسف على الاستضافة وشكرا لأنفاس بريس المواكفة دائمة العمل الجمعوي وأنشيطة جمعية المواهب التروية الاجتماعية مسألة بسيطة لأنه نحن في شهر ماي المنصاري 2023 عقدنا المؤتمر الوطني السادس عشر وهو محطة تنظيمية الوطنية وهو عادة من وراها تتبدأ العملية لأنه القوانين الأساسية والداخلية تتغيير وهذا كان دوزو الدورة التنظيمية العادية ديال إعادة لهكالة الفورع والجهات هالديناميارة كنا على مستوى الفورع الآن وكنا على مستوى الجهات وهذا المسألة هو ماشي اختيار مبتلاء من المؤتمر الوطني السادس هو اختيار وطني منذ المؤتمر الوطني حداش نعم حداش فين الجمعية اخذت على عاتقها أنها جميع الفورع تهكل في إطار هي سمينها في الأول لجان ديال التنسيق الجهوي معطيناها جدك الطابع الطابع التنظيمي والإداري منور المؤتمر الوطني اتناش والجهات تفعل والدليل على ذلك على أننا من اللي غادي ندوع الجهات ينضر بضاستات رهذا المؤتمر الجهوي الرابع وكينا مجموعة من الجهات اللي تهيكلته وغادي نجو لا غير في هذا الصياق هذا المقاوة هنا في هالجهوية واش مدخلاش في حد دبا ولا تبحل وحد الموضة في إطار هالجهوية المستعائي وحد دبا كيجيك يو كانت تندير الجهات واش هالتنظيم الجهوي عنده يعني أسسه عنده ركائزه عنده كده أو لا هو غيبقى غير شعارات فراق لا أبدا الجمعية مشات على الجانب ديال الجهوية قبل ما تولي الجهوية الموسعة و12 جهة من اللي كان نقاط نهار من القديم ديال الجهات ديال ضريضة الكبرى والشاوية والضيغة وكانت عندنا 16 جهة قبل ما تدمج ديال 12 إذا نحن في النظام القديم وكان عندنا الهدف هو أنه جوج الأمور مسألة أولا داخلية لأنه جمعية وطنية التي تتمتب ديال عبراتورة بالوطني يعني لا يمكن القيادة الوطنية المكتب التنفيذي ديال الجمعية وبحكم الجانب للتطوع وضعف الإمكانية باش نكون صراحة أنها تواكب الجانب التنظيمي والتأطيري المستوى الوطني في حين أنه كينا هاد الامكانية كينا نخب ديال الجمعية كينا نخب ديال الجمعية كينا ناخوان مكونين وعندهم واحد مستوى كبير يقدروا يقوموا بهذا العمل دياليقاسيون ديال البوفار لابعين نسميه وهذا الشق فيه تنظيمي ولكن أيضا أنا متفق معك فيه الجانب بدين نفتاح المؤسسات الآن ديال الجهات اللي أولادت تعطتها صلاحيات كبيرة المؤسسات الجهوية المصالح الغير ممركزة ديال الوزارات شركة اقتصاديين الآن ولا الجهة تعطاها واحد الدور والأدوار ما زال اللي غتجي في الموسكوى القريب تتنب لأنه الجهة تغطاها اقتصاصات ترابيا وغسنتدك المواكبة ديال الفاعل المدني باش يكون قريب الفاعل السياسي فيه تنفيذ مجموعة من المشاريع و البرامج الفائدة السياسي 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 البعض يعني في إطار الحديث البعض يقول بأنه هذا التنظيم الجهوي جاء كواحد كيف تنقول الوصفة سحرية للجواب على ذاك الفطور اللي تتعرف بعض فروع الجمعية على مختلف التراب الوطن تشتو وش صحيح هذا الطرح هذا واحد الامالية اللي نزيد نأكد عليها وأنه التنظيم الجهوي هو إيمان الجمعية المواهي بالترابية الاجتماعية على السعيد الوطن هذا واضح تراقل السيكم هذا غيكنسكي مسألة الفطور بنسبة الفروع لن أقول الفطور الحركة الجمعوية فيها المد والجزر مشكلة عام يعني مما يسري على الفروع جمعية المواهي بيسري على الحركة الجمعوية بشكل تلقائي الجهوية لجهة لأن العمل الفاعل الجمعوي هو تقريب الخدمة من المواطن وإحنا كجمعية ضمن الحركة الجمعوية أن العمل الجهة هو التقاء مجموعة من الفروع حول مجموعة من المشاريع التي تخدم المنطقة وكتخدم الفاعل الجمعوي عن قرب بالنسبة للمواطن حيث المواطن اليوم هو يلمس الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعيات بشكل كبير هي من المواطن ولكن الآن نزكيها بشكل تنظيمي يعني أن الجهة ستعطي واحد دفعة قوية بنسبة الفروع بطبيع الحال بنسبة في علاقتها مع الجموع مع من الشركاء التي على مستوى التقسيم الجهوي لأن الجانب التقافي الجانب التربوي الجانب الجماعي واحد مجموعة من الأشياء التي تخدمتها رابيا ضبنا هذا التقسيم وهذا المسألة كيف قلنا هو إيمان لأن نزيد الرسالة التي تبنات عليها المواهب منذ التأسيس نعم منذ 1965 هذا هو الذي يتدام معه انتجاما مع الحركة الجمعوية المغربية سي محمد هو المنسق الوطني للجناة التحضيرية المؤتمر الرابع الجهة الداربي دستات وتنسطر على المؤتمر الرابع لأنه كان مؤتمر أول ومؤتمر ثاني ومؤتمر ثالث مع العلم أنه ما كان هذا الجهة عنده واحد الإشعاع هذا المشكل ربما هي أول جهة تأسات هي جهة الداربي دستات ما هي الإكرهات وعاد سندخل الحديث على الإعداد للمرحلة القادمة اللي سيكون المؤتمر المحتمل ينعقد يوم 31 دو جنبير مدينة داربي يوم 31 دو جنبير سيكون عقد المؤتمر الجهوي الرابع لجهة داربي دستات بطار شباب الأزهر لتابع العمل المقاطعة السيد البرنونسي هذه الحركية تعرفها التنظيم الوطني لجمعيات المواهي والتصرابية الاجتماعية أه علش 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 أحنا بدنا ندير هذا التنظيم أحنا تكلمنا عليه ولكن الأفق المستقبلية لا لا اسمح لي أنا قبل ما ندوف الأفق المستقبلية رأى كان المؤتمر الجهوي الأول والثاني والثالث مع العلم أنه هذا الجهة ما كانش عدى وحد الواقع ما راحضناها احنا على الأقل في الجهة ما شناش لمسات شمو الخلال كالخلال كالخلال تنظيمي أو كالخلال رؤية ما كانش واضحة لكم عدبان تدابة أو أنه كنا هناك إكرهات ذاتية وموضوحية هي ما كانش خلال تنظيمي لكي لا ندخل في شيء حويزات الأساسي في هذا شيء هو أن الجهة تأسات واشتغلت وخدمات كباقي الجهات اللي كنا في النظيف عليش كنقوله تنظيم الجهة وإحنا أراجت من المؤتمر حضاش وإحنا نومين ولكن كان واحد مجموعة من الإكرهات اللي خلات أولا كان الوعي الجغرافي كان الوعي التقافي من جموعة الحويزات تحضرها من الأشياء اللي خصصها أنها تنضج وفعل ديال الشركاء هو يكون حضر لأنه وخاقين ديال الجهة لا نشتغلوا لوحدي ركين مجموعة من الشركاء الآن رح تعلم على مستوى الدولة رح جموعة للجهة تراد تهيير اخذت اخذت الطريق دياله في مجموعة من الأشياء وهاي يسري كذلك حتى على تنظيم ديال المواهيب حيث المواهيب اللي تشتغلوا بمعزيين يعني وحدها هي تؤدي رسالة معامج موعة من الشركاء ضنق لما كتكون النرج ديال هذك الشركاء في الخيرات ديالهم في العامل الجمعوي اللي كنقدموه كفائي لين الجمعويين في المغرب ككل فكذلك يسري حتى على الجهة احنا ما كنقولوش عدنا خلل ما كنقولوش كيمكن تجريبة أنها عاد نضج وتكبر وكنتظن أن هنا واحد ثلاث سنوات أو أربع سنوات غتبن هاد النقاش اللي كنتكلموه لليه الآن ديال الفوتور وديال السمي ما غديش يبقى أنا غنقل السؤال بصيغة خرالسي كمال باعتباره عضو نائب رئيس الجمعية لبا كانت إكرهات في التجربة الأولى والثانية والثالثة واش في التجربة الرابعة حاولت تغلبوا على هاد الإكرهات للذاتية للموضوعية حاولت أنتم في تصوركم كيفاش غتشوفوا المؤتمر الرابع بالفعل غدينا رجع باختصار شديد تفهم أن البنية التنظيمية ديالجمعية من 65 كانت تعتمد على جوج مرتكزات المركزي سابق اللي هو مكتب تنفيدي وفور هاد البنية التنظيمية ديالجيه ما كانتش في التقافة ديالجمعية الموايبة الوقت اللي حدثناها أول مرة كتنظيم جمعوي بفكر وبيتفكير هي كانت آلية ديالتنسيق ما بين الفور بمعنى اشتغلت كآلية ديالتنسيق وفي المؤتمر الآن 16 استطعنا لأننا نقوله الآن ره المكتب الجيهوي والمؤتمرات الجيهوية هي محطة هي اللي كتتحكم الآن في الفور بمعنى أنه البنية ديالتنظيم تغيرت واحتل قناعات ديال المواهيبي المواهيبيين على أنه المكاتب الجيهوية والمجالس الجيهوي والمؤتمر هي آلية تنظيمية قوية تقدر أنها تسير في هذه المرحلة مجموعة من الفور الترابيات استثفور تحيي فور تدير علاقات تدير شراكات دونك الطريقة القديمة باش كنا كنا نشتغل بناء على خصائصنا وإمكانياتنا غا نرجع كانت هي آليات تنسك ولكن حتى التطور الآن ديال المجتمع السياسي والمجالس المنتخبه والمجالس الجهيية فتح لنا الفرصة لأننا نقوي جهاتنا ونقوي ونرجع السؤال آخر ديالك سيوسف على واش استحضرنا أكيد على أنه هذا تراكم لأنه كان من اللي تندوع المؤتمر الجيهوي الرابع يباش نشرحه هنا لأنه قبل كانت شيئة شاوية ورديغة بوحدة والدار بوحدة وكل كانوا عقدوا مؤتمراتهم وبني نحن على التراكم من اللي درنا في المؤتمر الجيهوي الثالث هو اللي كان في الاندماج ما بين جهتين هذا الإكرهات وهذا الإكرهات يجلن لك أنه قبل من المؤتمر الوطني السادس عشهر اللي انعقد في الماضي أنه الإخوان ديون على مستوى الضرب دول قيادات الجمعية وطورة الجمعية دخلوه في تواصل مع مجموعة من الفاعلين والمنتخابين والمؤسسات وراكموا من تجربوا من العلاقات التواصلية ما يكفي إلى أن المحطة وتعطي واحدة الفاعلية في تنظيم الجهوي يعني كان هناك نضج لإعداد لهذا المؤتمر وهذه قناعة ما بي الإخوان لأنه المكتب الجهوي السابق ومع اللجنة تحضيرية التي تتحضر مع الإخوان ديون المكتب التنفيذي وصلنا الواحد القناعة أنه الآن هذي الفرصة في أن هذا المكتب الجهوي يخدم على مستوى تنظيمية تقوية الفروع والتموقع ديالهم وتأسيس فروع جديدة وعلى مستوى البرامج والعلاقات مع الشركة وهذه فرصة هي اللي ما غاد يشتعوض وتنرهن عليها وكنا بدينها بواحد الندوة ديال البرامج الشبابية في البرامج المجهل الشباب في البرامج ديال المجاليس الجهوي كانت ندوة متميرة ففاعلين خارج المستقبلية ديال الجمعية نعم يعني كباش نختموا هاد المحور هادا ديال المؤتمر انتا كمنصق اللجنة التحدرية يعطينا فين وصلات الامور واشتم يعني الترتيبات الاخيرة فقد كده فتح تصنغير ايام قليلة على المؤتمر و نفتص عدد المؤتمرين شحال كده تعلمنا من المواهب ما يكونش الهاجز الانتخابي هو الحاضر اللي حاضر عندنا هو الرسالة تكميلة اللي قاس كامال وانه في اطار عمالنا هي الحد 17 هي واحد من دواء كان مجموعة من المتدخلين والفاعلين واحد من جموعة من الأساس وحتى المنصق ديال الجنال السيشاري اللي كان بنجيل الجهة كان حاضر وهذه الندواء هي بمثابة خارطة الطريق الاشتغال على المدى الجهوي اللي كان نلمسو فيها الفئات المستدفة اللي كانتشغلوا معاها احنا كجمعية اللي فيها طفولة واللي هي فيها الشباب ولمسنا الواقع ديالطفولة والشباب داخل البرامج الجهوي دونك هاد الخلال هو اللي نفضنا عليه الغبار هو اللي غادي يتحول الى برنامج خطات سراتيجية باش أنا نخدمو عليه نهار الحد ان شاء الله اللي هو كيف صنع لي يومي عدنا عشرة ديال الفورة اللي هي كينة بشكل بشكل قانوني واللي غادي تكون حاضرة العادة غادي غادي وصل الواحد ثمانين واحد اللي هما مؤتمرين ومشاركين وكين طبعا الحال أعضاء المجلس الإداري اللي هما كينتاميوا للجهة وكين ممتلين ديال المكتب التنفيذي اللي غادي يكونوا حاضرين هاد العادة ديال ما بين ثمانين حتى التسعين اللي غادي يحاول أنه أولا ما هو تنظيم يشكل المكتب الجهاوي ثاني حاجة أنه غادي وضع واحد المشروع واحد الأرضية للخطة العامة اللي غادي تحكم المجلس للمكتب الجهاوي واحد من هنا واحد ثلاث سنوات باش أننا نفعلوا الرسالة ديالنا اللي مآمنين بها منذ 1965 على مستوى الفئة المستدفة اللي كينين أنا شخصيا بمعيات مجموعة من الإخوان اللي هما كينين ديال ديال المكتب التنفيذي اللي اعطونا واحد شوحنا واحد الأمل على أسس أنه كن كن آملوا بأن راه النجاح ديال المكتب الجهاوي إن شاء الله في الأفق راه كين واضح وتنظيم الجهاوي غادي نخارطه فيه بشكل كبير جهة الضربضة وما دليل إخوان حضور الإخوان معنا اللي هما ديال جهة الضربضة كسبيل الميتان راه هو دليل على بداية الشراكة مع الفاعل الجماعي ويسوقت ديال الموهيب مع مجموعة من المتدخيل وعندي اليقين أنه غادي نجح إن شاء الله نعم هندخلوا للمحور الأخير وهو اللي غير نختموه به إن شاء الله هذه الحلقة هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر واحد تقرير اسمه نقطة يقضى اللي قال فيه بأنه ليسجل فيه واحد تراخي في زخم الحياة الجمعوية وفي هذا تقرير هذا صدر مجموعة من توصيات أنا هذيك زخم تراخي في زخم الحياة الجمعوية واش تتفقون مع هذا وهنا اتفق أنا اتفق ولكن إذا وقفنا عند هذي تراخي في الحياة الجمعوية ودرنا نقطة تنكون وكندير واحد شخص خاطئ لأنه هذي تراخي ما داروش نقطة أنا لي داروش نقطة والتراخي إلى لحظته في الديناميات المجتمعية كلها في المغرب تلاحظوها في الجمعوي في السياسي في الثقافي في الاجتماعي هراها دولت يحطي الزخم ما يمكنش نفصلو حاجة على حاجة احنا عين مشكلة المدراسة العمومية الآن هذي دابة احنا في ثلت شهر وما ما ما قريبة ونتمنهم الله يعني تن قولك انا هذي ثلت شهر ما تمنهم اننا نخر بمعنى أنا اللي جاني في التقرير هو انه خص الفاعل السياسي رام ما يمكنش نفصلوه ونقوله الفاعل الجمعوي هو فاعل متطوع والفاعل السياسي هو تتقدم امتخابات وهذا بشي سير سياسة عمومية راح السياسات العمومية هي ورشار لها تقرير ونبه لها خص يكون عنده ديك الفاعلية ديال انه يخلي هذي المجتمع حي بروافيده مؤسساته راح الجمعيات هي مؤسسة ديال الوساطة اللي هي فيها التطوع وتيقمر قيم تطوعية وقيم جميلة للمجتمع خص النقابات الأحزاب ضيمات الجمعوية جميع أنواع التعبيرات تقافية واجتماعية خص كلها تلقى ذاتها هذي اللي تتعطي الزخم ديال المجتمع وفي إطار يعني التوصيات تطلعت وطلعت على هذا تقرير هذا شنو رأيكم في التوصيات اللي تم أنا التوصيات جاتني هي في المتساوى يعني هذي تأيام المطالب ديال الحركة الجمعوية لأنه الشركات بيبقى جديك مينحة باش تعطيني أنا واحد المينحة أجي تتذكر معي على واحد المشروع مجتمعية مدى طويلة وفي التزامة وفي هذا تيدوي أيضا على النظام المحاسبتي للجمعيات وهذا مزيان إحنا الشفافية وهذا رخص تعرف أنه الجمعيات أغلابيتها لأنه أغلابيت الجمعيات واللي هي جمعيات ضرورة تطوعية ونجهل تدعم وشاركات رهض عيف لأنه رهض الجمعيات التي تتخذ الدعم هي جمعيات قليلة وكانها جمعيات التي تتوجه التمويل الدولي ما تتقلب عليه هنا في المغرب إحنا معالم النظام المحاسبتي يكون فيه الشفافية وهذا هذه مسألة إحنا مع تشغيل الجمعوي لأن الجمعيات تكون أيضا تتوفر هذا ومشي بحال برنامج أوراش اللي غيكون فيه واحد المدق سير أو تضف واحد الفعيلين واحد ترانزاكسيون مزيانة لديك الشاب وليديك شابة أنها تجي تتمرس في العمل جميع وتتدير واحد الأدوار تتقع لها واحد المقابل وتعطيها فرصة لأن تتأهل باش تبشي تتلقى الشغل ما كانتا وكان من الإكرهات ديال السلطة باقة كدير العراقيل في وصولات المؤقتة والنهائية في الوثائق لتطلب إذا بعله مستوى الضرب إذا مشيت العمالة تطلبوا لك وثائق لما تطلباش العمالة لما تطلباش العمالة الز ما العلم أن القانون عن القانون تدوي على ثلاثة النص يخذ يلمي في القانون نسخة البيت الطاقة العطانية كينا اللي يقول لك سجلات العدلية وهذا كبحت تخصد السلطة ماشي يقول لك 16 16 من حاجة 18 18 من حاجة هذا أول لا سي علي لك شنو بل فات وصيات هو ما غادي ش يخرج على هات شي لي شر سي كمال إضافة لا تكميلة نعطي غامة المقارنة هو يوصي على أن تدير معي برنامج ثلاث سنوات وهذا هذا بزاف دي المحافية اللي تكلمنا لأنه يكون تعاقد واضح مع الفعي جماعي أي كايد شارج اللي يحترم الجامع نعطي كمثال ذا بحت هذا الأورش اللي هو كين أشنو خالق في دور الشباب وهذا بين القوسين دور أورش يدير مثلا في دور الشباب دبع واحد حركي بزاف كين نظر الشباب ولكن رغم لي كيسا لأورش مجموعة من الخدمات تقطع معاه هذا مشكل في حداته حاجة أخرى نتكلمه على منفع العامة منفع العامة معطيها الواحد مجموعة من الناس وفي حين أنه مثلا هي مفتوحة الفعي الجماوي وفق واحد شروط معينة يجب احترامها لماذا؟ لأن الفعي الجمعوي والجمعيات هي تؤدي رسالة التي ربما بتناغم يعني بتوازي مع الدولة حيث الدولة تؤدي خدمات الفرق بين الدولة وأن الفعي الجمعوي يؤدي ها بشكل تطوعي وهذه المسألة ما ينقوص هذي الملف تطوع تهو رفي نقاش هي ملفات كثيرة نقاش نائب رئيس جمعية المواهب والتربية الاجتماعية تحمد عليها وعضو المكتب المفيدي والمنصق للمؤتمر الجهوي الرابع لجهة الدربية الاصطات إلى اللقاء مشاهدين الكرام